لا يختلف اثنان على أساسيات مهنة الصحافة المرتكزة على الصدقية والموضوعية والحياد وهي لربما ثلاثية تربطها علاقة وثيقة تؤدي بالأفراد أو المؤسسات إلى تكوين صورة الإعلام النزيهة أمام الرأي العام وبما تطرحه واشنطن بوست اليوم نجد أنه حتى أعرق الصحف العالمية وبما تضمه من كبار الكتاب قد تقع وإياه في فخ ما قد يصف بالمنفعة المتبادلة إن كان عبر تلقي الهدايا أو البدل المادي وبالتالي من خلال تكوين علاقة بين الصحفي ومصدره التي ستنعكس حتما على آرائه صلتت صحيفة واشنطن بوست في مقال لها الضوء على الصحفي المعروف توماس فريدمان وهو كاتب في صحيفة نيويورك تايمز عمل طوال 15 عاما على كتابة مقالات ومواضيع استند فيها إلى دراسات وكتابات منظمة كونزرفيتف انترناشنال البيئية إضافة إلى إجراء مقابلات مع الكثير من العاملين فيها ليتبين لاحقا ما عمل فريدمان على إخفائه إذ قام مع عائلته بتمويل المنظمة ذاتها بمبالغ طائلة ما أثار مخاوف الخبراء بشأن هذه المساهمات وافتقار فريدمان إلى الشفافية نقلت صحيفة واشنطن بوست عن أحد المنصقين الاجتماعيين الأمريكيين طرحه الكثير من التساؤلات المرتبطة بفريدمان فقد ربط امكانية فهم القراء لوجهات نظره المتعلقة بالقضايا الكبيرة كالإسرائيلية والفلسطينية منها إذا علموا بمساهماته في المنظمات التي تفضل جانبا معينا والمقصود هنا لا ينطبق حصنا على فريدمان بل على صفة الصحفي بالمجمل هل سينقل الصحفية صورة الواقعية للقضية التي يعمل على طرحها بصدقية وشفافية بعيدا من الميل إلى أراء مصادره إذا وجدت العلاقة القائمة على تلقي الدعم المادي اشتركوا في القناة